الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أي التي لا تنفذ وهي تختلف جوهريا عن الوقود الحفوري من بترول وفحم وقاز طبيعي أو الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات النووية ولا تنشأ عن الطاقة المتجددة عادة مخلفات كثاني أكسيد الكربون أو قازات ضرة أو تعمل على زيادة الاحتباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الحفوري أو المخلفات الذرية الضرة الناتجة عن المفاعلات النووية وتنتج الطاقة المتجددة من الرياح والمياه والشمس كما يمكن انتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية وكذلك من المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت إلى أن تلك الأخيرة لها مخلفات تعمل على زيادة الاحتباس الحراري حاليا أكثر انتاجا للطاقة المتجددة ينتج في محطات القوى الكهرومائية بواسطة السدود العظيمة أينما وجدت الأماكن المناسبة لبناءها على الأنهار ومساقط المياه وتستخدم الطرق التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية طرقا على نطاق واسع في البلاد المتقدمة وبعض البلدان النامية لكن وسائل انتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح مألوفا في الآوينة الأخيرة وهناك بلدان عديدة وضعت خططا لزيادة نسبة انتاجها للطاقة المتجددة بحيث تقطي احتياجاتها من الطاقة بنسبة 20% من استهلاكها عام 2020 وفي مؤتمر كيوتو باليابان اتفق معظم رؤساء الدول على تخفيض انتاج ثناء اكسيد الكربون في الأعوام القادمة وذلك لتجنب التهديدات الرئيسية لتقيير المناخ بسبب التلوث واستفادة الوقود الاحفوري بالاضافة للمخاطر الاجتماعية والسياسية للوقود الاحفوري والطاقة النووية ترجمة نانسي قنقر